اهلا وسهلا بالجميع اليوم بسوي معاكم حلوة القلاب جمعا بطريقة سهلة ولذيذة يلا نبدأ عندي هنا حليب بودرة اضيف لسمنة وحليب سائل اقلب كل المكونات مع بعض لما يصير عندي الخليط ناعم بدون تكتلات بهالشكل الخطوة الثانية اضيف الدكيق والبيكنج بودر واعجن كل المكونات لما يصير عندي عجينة ناعمة وطرية بهالشكل اغطيها ترتاح خمس دقائق بعد مرور الوقت اكويرها كور صغيرة بهالشكل واسخن الزيت على حرارة 150 الى 160 درجة وابدأ اقلي القلاب جمعا مع التقليب المستمر لما يوصل لهاللون ارفع عن الزيت واخليه على الجنب يبرد بحرارة الجو اجهز للشيرة عندي هنا السكر اضيف لها الموية والهيل والزعفران اقلبها لما يذوب السكر واضيف عصير ليمون واتركها لما تغلي وتثقل شوي انزل عليها القلاب جمعا واقلبها بشويش واغطيه لمدة ساعتين نقلتها لصحون التقديم مع شوية شيرة وزينتها بالفسق المطحون وهذا حلانا صار جاهز من الحلويات السهلة واللذيذة واللي ما تاخذ وقت جدا لذيذ وما ينشبه منه نجربوه بإذن الله بيعجبكم وبالعافية عليكم مقدما رقم مقدم اشتركوا في القناة